السلام عليكم طلاب إن شاء الله اليوم محاضرة عن القاوت عن حيبر يوريسيميا نجي في الانترودكشن بسيط عن شنو القاوت اللي هي قلنا انفولف حيبر يوريسيميا القاوت انفولف حيبر يوريسيميا وهي ها بريكارنت اتاك اوف اكيوت اريثريتس او مونو صوديوم يوريسيميا وين راح ندقاها هسا هال مونو صوديوم كريستل راح ندقاها موجودة بالساينوفيال فلويد ليكوسايد هال ديبوزيشن همال المونو صوديوم يوريسيميا كريستل بالتشو راح تكون تصر ديبوزيشن الها بالتشو او بلصير around the joint صير داير ما داير جوينت تطيني توفي اوكي تطيني توفي او مرات وين تصير لها تصير لها ديبوزيشن بالانترستيشال كدنيتزيس راح تطينيها اذا صارت بالانترستيشال تشو مال الكدني واليوريك اسيد نفروليك اسيد يعني تكون على شكل خاصو موجودة بالكلة تكون كيوريك اسيد ماشي هذاني اذا صارت ديبوزيشن بالكدني تطيني احتمال انترستيشال كدنيتزيس او تطيني على شكل نفروليك اسيد او تصير لها ديبوزيشن بالتشو والاراون جوينت وتطيني على شكل توفي اذا الباثوفيزيولوجي كنا نعرف ان اليوريك اسيد هو اند بروداكت لليبورين لليبورين فانكريز اليوريت بالانديفجوال يجيني ميان دائما احنا ايشي يصير بي زيادة بالجسم او اما هو سبب اكو اوفر بروداكشن ده ينتج الجسم بكميات شبيرة او شنو اكو اكو اندر اكسيكريشن مدى يطلع شنو من الجسم بصورة صحيحة فالاوفر بروديكشن لليوريك اسيد اللي هو جايني من رزالت فروم ابنورمالتي بالانزايم سيستم اللي مسؤول عن شنو رجوليت البورين ميتابوليزم المسؤولة الانزايمات المسؤولة عن تنظيم الميتابوليزم للبورين اليوريك اسيد مي او اوفر بروديوز بروديوز بكوز شنو انكريز مرات سبب شنو انكريز لبريكداون بالتشو نيوكليك اسيد اوكي اكو مشكلة وين دايزداد عندي البريكداون من التشو نيوكليك اسيد اللي موجودة بالتشو او مثلا شنو الميلو الميلو بروليفريتف و الميلو بروليفريتف 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 او بل شنو بالشنو بالسايتو توكسيك دراغ الادوية اللي نستخدمها شنو للكانسر هذا اش راح يسوي راح يسوي للايسز للكانسر سيل وبالتالي زايد لي البريكداون مالسيديولار ماتيريال وتبدي شنو تبطلع يزداد عندي اليوريك اسيد ازين الديتريبورين are insignificant in generate الهايبريوريسيميا without شنو the arrangement بالبورين metabolism and elimination يعني احنا يسا البورين اللي ناخذه مثلا بالميت بالدجاج باللحوم بالهذا يقول لك هاي ما تعطيني significant hyperuricemia الا اذا كان اني عندي مشكلة وين عندي مشكلة بالميتابوليزم مال البورين او مشكلة وين بال elimination طبعا two third اليوريك اسيد بروديوز دايلي وين اللي يصير لها بروديوز يصير لها المفروض excretion وين باليورين remainder الباقي يصير لها عن طريق GIT after degradation by colonic bacteria اوكي يعني هسا ثلثيا من اليوريك اسيد الي يجين المفروض ينطرح باليورين والبقية ينطرح وين عن طريق GIT decline باليورين execution to concentration below the rate of production راح يطيني شنو يطيني هايباريوريزمي اكيد لما انا قلل الطرح مالته الى درجة شنو اقل من البرودكشن يعني المفروض قد ينتج ينطرح من عنده اوكي فاذا صار الانتاج اكثر من الطرح او الاكسكريشن قل اوكي اكثر بكثير من الانتاج هنا راح يطلع لي شنو راح يطلع لي الهايبار يوريسيميا يعني زيادة اليوريك اسيد بالدم اكو ادنى الدرجات اتقلل الرينال اوكي يوريك اسيد كليناس اكو ادوية هي تقلل لي اليوريك اسيد انه يطلع ماشي مثل من؟ مثل الديوراتيك اوكي ثيزايد وغيرها اندي نيكوتينيك اسيد السالسلات اذا كان اكثر من اثنين غرام بردي ايثانول البايرازانامايد الليفو دوبا ايثان بيوتول سايكلو سبورين والسايتوتوكسيك دراج اوكي تركز عليها تقلل الاكسيكريشن مالي اليوريك اسيد وبالتالي شنو؟ تطيني هايبر يوريسيميا زين من يزداد هذا وين راح يصير لديبوزيشن؟ قلنا اليوريت كريستل راح يصيرها ديبوزيشن وين؟ بالساينوفيال زين من صار هالديبوزيشن شراح يطيني؟ راح يطيني انفلاميشن زين اثنين قلنا احنا اما قلنا ديبوزيشن بتساينوفيال راح تطيني الانفلاميشن وتطيني الاعراض مع الارثرايتس وغيرها او قلنا اليوريك اسيد الشيطيني نفروليثياس زي الحصى اللي هي اكر من تقريبا ب 10 بالمية من البيشنط اللي يعانون من غاوت زين شنو البريدس بوزينج فاكتر اوكي اللي تزيد لي اياها انو اكساسيف يورين اكسيكريشن من اليوريك اسيد يعني اليورين هو ايدا تطلع اليوريك اسيد اذا كان اليورين يكون البيئة جمال تأقل من ستة يعني اسيدك يورين هنانا شرحن شنو راح تزداد التكوين النفروليثياسي نفروليثياسي الحصى والهيلي كونسيتريتيد يورين لاني كلهن فاكترات الزييد اللي شنو الزييد اللي تكوين اليوريك اسيد نفروليثياسي ماشي بعد شرح ينطيني بالاكيوت يوريك اسيد نفروباثي انا اكيوت كيدني انجري حتصير عندي اكر ليش لان راح يصير بلوكيج أو فيورين فلو راح يمنع اليورين فلو بالرينال فهنانا شنو راح بسبب شنو بسبب الماسف الماسف انا عندي كمية كلش عالية من اليوريك اسيد اسيد كريستال موجودة بالكوليكتف داخل اوكي وباليوريثرا فبالتالي هاي شون راح تشتغل شون المانع او بلوكيج يسيدلي اليوريثرا ويسيدلي الكولكتب داكت وبالتالي راح يسويلي شنو يسويلي دامج للكيدني كرونيك يوريث نفروباثي اوكي كوز باي شنو هاي سببها الكرونيك اكيد منشي اسمه كرونيك معناها long term long standing deposition مال اليوريث وين موجودة نلقاها بفترات طويلة موجودة بالرينا البارانكيميا التوفي هاذا اللي بصورة هنان اللي واضحة هاي شون الزوائد هي هاي ننصح لها التوفي اللي هي عبارة عن اليوريث deposition هي تكون in common and are تعتبر late complications اوكي كل ما يزداد البروغرشن مالي الدزيز اللي تبدي تطلع لي اوكي ما يزداد تعتبر late complications مالي الهايبر يوريثيميا اوكي زل شنو الموس كامن سايت اللي تطلع لي بيها بايس مالي الفنجر اوكي البيس مالي الفنجر خلي ببالغ الاولي كارنيون بارسة اوكي الالنر اسبكت مالي الفورامين والاكل يستندون هاي الاخيل اللي موجودة وين هاي موجودة بالرجل زين تطلع لي بالني تطلع لي بالريست وتطلع بالهاد اوكي دينا دني الاماكن اللي اكثر شي تطلع بيهن و mor انهات مالي البحراء ولكنك شهول اوكي تطلع لوجي مالي الع etti 자